اهلا بكم هذا حديث العقل والقلب وانا معكم محمد الباز وانا في رحلة بحث عن الله اعتقد انها رحلة مش هتنتهي توقفت امام عنوان كتاب للدكتور مصطفى محمود كتاب ده عنوانه رأيت الله العنوان فيه ناس كتير بتستغربه ويمكن فيه ناس كتير بتستنكره لكن ايه حكاية العنوان ده وايه حكاية الكتاب ده نفسه كتاب رأيت الله صدر سنة 1980 دكتور مصطفى محمود نفسه وانتو عارفينه ليه شهرة كبيرة جدا ككاتب كبير اثار كتير من الجدل في حياته بيقول ان الكتاب ده لخاصة الخاصة يعني ايه خاصة الخاصة اللي هما بيحبوا التأمل وبيعيشوا مع الحرف وبيصحبوا المعاني معنى كده ان الكتاب زي مصطفى محمود برضو ما قال انه مش للعوام هما مين العوام العوام دول اللي بيقروا للمتعة العابرة الكتاب نفسه لما تقرؤه هتلاقوا عبارة عن نقل وشرح لكتاب المواقف والمخاطبات للامام العارف قطب زمانه محمد ابن عبدالجبار ابن الحسن النفري مصطفى محمود كان حريص على انه ينقل عن النفري اللي قاله بحروفه بنصوصه وقدم للنصوص دي شروح حاول من خلالها انه يفهم اللي قصده النفري بمواقفه ومخاطباته مسك مصطفى محمود مجموعة قصصات سابها النفري بعد وفاته وجماعها اتباعه من بعده القصصات دي كان فيها اين كان فيها عدد من المعارف الدينية العالية جدا بتتعمق في الكشف عن الكتير من أسرار الوجود اللي بتتكلم عن الروح والجسد والانا وبتشرح التوحيد والإسلام والقرآن بلغة شديدة العمق ولغة غنية بالحقائق عبارتها بتعيش في العقل وتسكن شغاف القلب وبعضها يضيء ظلمة الروح كالبرق الكاشف ودي كلها تعبيرات مصطفى محمود فضل عنوان الدكتور مصطفى محمود بالنسبة لي فكرة مجرد فكرة لكن انا حاولت ابحث عن المعنى الحقيقي لرأيته الله مش عند مصطفى محمود بس ولكن عند عدد كبير من المفكرين والفلاسفة والكتاب لكن ولأن العنوان عنوان مصطفى محمود فخلونا نبدأ من عنده البعض بيعتبر مصطفى محمود مجرد كاتب خد من الحديث في الدين وسيلة للشهر لأنه كان مسير للجدل جدا وفيه ناس تانية بتعتبر تجربته تجربة خاصة جدا فيه تاريخ الفكر العربي اللي هما بيقولوا عليه تقريبا انه مفكر وفيلسوف لكن بعيد عن التصورين دول هنقف شوية عند علاقة مصطفى محمود نفسه بالله العلاقة دي اللي ممكن نوصفها بحالة الشغف اللي ملوشنا اشتركوا في القناة